جرى رئيس الجمهورية عمد ربا منصور هادي اتصالاً هاتفياً بالدكتور عارف أحمد علي للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لمحاولة اغتيال آثمة صباح اليوم الثلاثاء بعبوة ناسفة في شارع مدرم بمديرية المعلة واطمئن الرئيس هادي خلال الاتصال على الحالة الصحية للدكتور عارف ونجله الذي كان برفقته متمنياً لهما الشفاء العاجل وموجهاً الحكومة بتكفل علاج نجله جراء هذا العمل الإرهابي الغادر والجبان وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية من قبل كافة الأجهزة الأمنية المختصة لضبط الاختلالات وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع بما اقترفوه بحق الوطن والشعب وترويع الآمنين وإقلاق السكينة العامة اشتركوا في القناة